يا بأنتي فلانة للحين ما عندي الشغالة من الصبح إلى المغرب وانتين تشتغلي شوفي فلانة وين معيشها زوجها الشغالة إجتي سبحان الله سنتين صار ليكم ما مسافرين إلى ما أدري وين تحكي فلانة ما تمر عطلة اللي هي تذكرتها بإيدها ورايحة هنا وهناك ومرتاحة ما هو المنفع والفائدة التي تحققها هذه القائلة ما تحصل زين أحيانا تقول أنا ما قصدي شيء لا حرم عليه النظر إلى وجه الله رضخ بألف صخرة من النار ما يفيد كلام أنه أنا ما قصدي شيء ما يفيد كلام أنه أنا قاعد أنصحها وأريد مصلحتها تشوف النتائج النتائج أنت تخلي قلبها أو قلب الزوج وغير عليها قبل مدة بعضهم ذكر هذا الأمر يقول أنا زوجتي الأولى صارت مريضة الله يكفيكم ويقيكم جميعا الأمراض صار عندها مرض لم تستطع بعد أن تستجيب إليه وهذا ابتلاء علاج محاولات غير ذلك ما أمكن فأنا قلت إليها بالتالي أنت حقش محفوظ ولكن أنا بالتالي رجل وأحتاج إلى زوجة وأنت معذورة لأجل هذا المرض فاتفقت معها على أن أتزوج ورحت تتزوجت هي ما مرحبة بالموضوع بس ماكو حل آخر فتصبرت صادف أن هذه الزوجة أيضا الأخرى كانت حسنة الأخلاق وطيبة المعشر فخففت الأمر زين إجوا بعد مدة من الزمان تجي مثل هذه المرأة مسكينة فلانا بعد عشرين سنة هالشكل يفلتش مثل عقب السجارة بعد ما ضحيت من أجله كذا وكذا والله لو أنا أشوف هنجوم الليل فأز الظهر ما أخليه زين فما زالت تفتل في الذروة والغارب عندها حتى أفسدت حياتها ونكدت عليها وعلى زوجها وطلعت من الباب الآخر هذا هنا ومن عمل في فساد من مشى في فساد بينهما كان في سخط الله عز وجل ولعنه الله في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه والله يدري هذا الكلام اللي أنا بس أريد مصلحة هذا يدري كذب يدري أن نتيجة هذا في ضرر هذه الأسرة وهذين الزوجين ترجمة نانسي قنقر